قبل التطرق إلى الصيغة المنتجهة للتقريب التربيعي للدوال متعددة المتغيرات، سأتحدث عن فكرة مهمة. فلو كان لديكم التعبير A ضرب X تربيع زائد B ضرب XY زائد C ضرب Y تربيع، وكانت كل من X و Y متغيرات، وباقي الرموز ثوابت. تسمى هذه الصيغة بالشكل التربيعي. قد يسبب هذا الشكل الصعوبة في الفهم للبعض منكم. فكما تعرفون، الصيغ أو التعبيرات التربيعية هي التعبيرات أو الصيغ التي تحتوي على متغيرين أو على مربع أحد المتغيرات. ولكن لماذا أطلقوا عليه اسم الشكل؟ المقصود بذلك هو أن جميع الحدود هنا هي حدود تربيعية، فلا وجود لحد فيه المتغير X أو Y وحده أو أحد الثوابت المختلفة، بل على العكس جميع هذه الحدود تربيعية. والآن، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها التعبير عن هذا الشكل بصورة متجهة أو باستخدام المتجهات؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، فكروا بالأمر لو كان لديكم تعبيراً خطياً وأردتم كتابته بصيغة متجهة. فلو كان لديكم التعبير A ضرب X زائد B ضرب Y زائد C ضرب Z، حيث كل من X و Y و Z متغيرات، و A و B و C ثوابت. كل ما عليكم فعله لكتابة التعبير بصيغة متجهة هو جعل الثوابت عناصر هذا المتجه، وضربها ضرباً نقطياً في المتجه الذي يحتوي على المتغيرات كعناصر له. المفيد بذلك هو أنكم قادرين على الإشارة إلى هذا المتجه الذي يحتوي على الثوابت بحرف ما، وليكن V مثلاً. وكذلك الأمر بالنسبة للمتجه الثاني الذي يمثل المتغيرات، إذ بإمكانكم الرمز له بحرف X غامق. وبالطبع، يمكن لمتجه V أن يحتوي على عدد كبير جداً من العناصر، فبدلاً من ثلاثة قد يحتوي على مئة عنصر. وكذلك هو الحال بالنسبة إلى المتجه X. المفيد بذلك هو أن الصيغة لا تزداد تعقيداً بزيادة عدد المتغيرات. والسؤال الآن هو هل بإمكاننا تطبيق الفكرة ذاتها مع الشكل التربيعي؟ لاحظوا أولاً أنكم إن أضفتم إلى الشكل التربيعي المتغير Z. فهذا يعني أن عليكم إضافة عدد كبير من الحدود، مثل الحد الذي يحتوي على ثابت مضروب في XZ، ومن ثم ثابت آخر مضروب في Z تربيع، وحد آخر لYZ. وسيخرج الأمر عن السيطرة إن بدأتم بإضافة عدد أكبر من المتغيرات، إذ أن عدد الحدود الذي سيتوجب عليكم إضافتها سيكون كبيراً جداً. ولهذا فلابد من وجود طريقة يمكن من خلالها القيام بالأمر دون الحاجة إلى كتابة الحدود جميعها. عادة ما يكتب هذا الحد بهذا الشكل. 2 ضرب B ضرب XY. وهذا بالطبع لا يغير من شيء عاد قيمة B. ولكن كتابة هذا الحد بهذا الشكل يجعل الأمر أسهل، وستتحققون من ذلك خلال لحظات. إذن لكتابة الشكل التربيعي هذا بصيغة متجهة. عليكم أولاً استخدام مصفوفة من نوع 2 في 2، ومن ثم كتابة كل من A و C عند طرفي أحد أقطار المصفوفة كما ترون. بعد ذلك تكتبون B عند طرف القطر الآخر كما تشاهدون أمامكم. لاحظوا أنه ينبغي على هذه المصفوفة أن تكون متماثلة، ويمكن التحقق من ذلك من خلال تخيل خط يقطع المصفوفة بهذا الشكل. ستحصلون عندها على الرقم نفسه. وهذا التماثل هو أمر مهم. ما عليكم القيام به الآن هو ضرب المتجه الذي يحتوي على المتغيرات X و Y في المصفوفة من جهة اليمين، ومن ثم ضرب المتجه في المصفوفة مرة أخرى، ولكن من جهة اليسار. لاحظوا أن عليكم جعل المتجه أفقياً هذه المرة. لإيجاد حاصل الضرب، ركزوا على الطرف الأيمني هنا. لديكم مصفوفة مضروبة في متجه. العنصر الأول من المصفوفة الناتجة يمثل حاصل ضرب الصف الأول بكل من المتغيرين في المتجه، أي A ضرب X زائد B ضرب Y. وبالتالي العنصر الثاني فيها يمثل حاصل ضرب الصف الثاني في عناصر المتجه، ويساوي B ضرب X زائد C ضرب Y. هذا هو ناتج عملية الضرب في الجهة اليمنى. ولا تنسوا كتابة المتجه الأفقي إلى اليسار. هذا المتجه هو من رتبة 2 في 1. أما هذه المصفوفة فهي من رتبة 1 ضرب 2. عند ضرب هاتين المصفوفتين، ستحصلون على X ضرب التعبير العلوي كامل أي X ضرب AX زائد BY زائد العنصر الثاني هنا أي Y ضرب BX زائد CY. عند تبسيط هذه المعادلة، تحصلون على AX تربيع زائد BXY. هنا لديكم Y ضرب BX. وعند إضافتها إلى BXY هنا، يصبح لديكم 2 BXY زائد CY تربيع. وكما ترون، فقد حصلتم على الشكل التربيعي من جديد الموجود لديكم في الأعلى. لاحظوا أن كتابة الشكل التربيعي باستخدام الصيغة المتجهة أسهل. إذن بإمكانكم الرمز للمصفوفة بالحرف M. والرمز للمتجه الذي يمثل المتغيرات بالحرف X غامق. وكتابته في الجهة اليمنى لـ M. ثم تغيرون اتجاه المتجه X وتكتبونه في الجهة اليسرى للمصفوفة. ولأن اتجاهه قد تغير وأصبح أفقياً، يرمز له بـ X وفوقه حرف T كبير. كما ترون، هذا هو ما يبدو عليها الشكل التربيعي عند كتابته بصيغة متجهة. وكما تعلمون، يمكن استخدام هذه الصيغة حتى لو كانت المصفوفة M تحتوي على 100 حد أو أكثر. مثلاً، كيف تبدو هذه الصيغة لو كان الفضاء ثلاثية الأبعاد؟ هذا X الأفقي ضرب M ضرب X. لديكم في البداية المتجه الأفقي، وهو يحتوي على كل من X و Y و Z. ومن ثم المصفوفة، وفيها A و B و C و D و E و F. وبما أن عليكم جعلها متماثلة، فعليكم أن تكتبوا العنصر B مجدداً هنا، و C هنا و E هنا. كما ترون، هناك ستة حدود مختلفة، ولكنها تملأ هذه المصفوفة. على اليمين، تضربون المصفوفة في المتجه X Y Z. يمكنكم الآن إيجاد حاصل الضرب بأنفسكم للحصول على الشكل التربيعي ثلاثية الأبعاد. وهكذا انتهى الدرس.